هذا المشهد الذي يجمع النواب السنة في دار السفير السعودي بحضور المفتي دريان سيتكرر الخميس لكن هذه المرة بحضور الموفد الفرنسي لودريان النواب السنة مدعوون إلى اليرز باستثناء نواب حزب الله المملكة العربية السعودية بحياتها ما تركت لبنان من القرن الماضي مرورا بهالقرن الموجود فيها ونتذكر أنه بال2018 عرضت علينا 21 اتفاق لو مضيناهن معهن كان اقتصادنا دوبل ما نزل للربع هذه أول نقطة نقطة الثانية اليوم كلها بنعرف أنه موات بلاشنا نحكي بموضوع انتخاب الرئيس السعودي يجي طرحة خمس مظلات أساسية يلي هي بدأت تكون القاعدة يلي بنبني عليها مستقبل لبنان وعلاقته بالعالم العربي وتطوير اقتصادنا ونطلع من هالفجوية اللي احنا موجودين فيها هون لعملية الإصلاح النائب فؤاد المخزومي يؤكد أن معظم النواب السنة مع ما اتفقت عليه اللجنة الخماسية في الدوحة وطبعا مع مواصفات رئيس الجمهورية التي وضعتها المملكة العربية السعودية ولكن في موضوع الحوار هناك رأي واضح في عندنا مواصفات تنعين فيها ليه بدنا نعرف بالآخر ونفاوض عشوه اليوم نحن بالنسبة لإلنا الأساس هو الدستور والإصدور بيقول يجب أن نفوت على المجلس ونظلنا جالسين بدورات متتابعة حتى ننتخب الرئيس أنا بتمنى أنه نحن فعليا طالما عم نشوف عم نسمع أنه هناك حسن نيمة كل أطراب خلينا يتقينا الرئيس برئي ونفوت على المجلس ونظلنا موجودين تنتخب وبعد كله مسموح بكل تأكيد اجتماع الخميس لا ينهي وجود تشدد سني من تجارب الحوار السابقة نحن جربنا حوارات عدي وهالحوارات اللي جربناها لم تصل الاتفاءات اللي اللي انبسعت من الحوار لم تصل إلى نتيجة ولم تنفذ اجتماع النواب السنة في اليرزي هو الثالث بعد الانتخابات النيابية وحضور المفتي دريان بعد التجديد يؤكد أن المرجعية السنية واضحة عندما تتضح الصورة في لبنان